أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في بلاد اعتراضة وتدمير ثالث طائرة مسيرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية وأوضح التحالف في بيانه أن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحثية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني كما أعلن التحالف اعتراضة وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية مؤكدا صد وتدمير محاولات المليشيات الحثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كما أعلن التحالف أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة أطلقت باتجاه جزان جنوب السعودية وأكد البيان بإحباط محاولات المليشيات الحثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وبالشكل متصاعد مؤخرا تطلق ميليشيات الحثي صواريخ بالاستياط طائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات على مناطق سعودية خلف بعضها خسائر بشرية ومادية